هي ألبومك عاملة ايه؟ مبروك مبروك يا أحلى عروسة وصيها وصيها حماتي علي من عناية من عناية يا ابني وانا بقى وصيها اهو هالله يبنت فيك يا ماما بقى قولك ايه اسمعك كلمتين دول وحطهم حلقة فودانك بقول يا ماما مش كل حاجة جزك يقولك عليها تقولوله حاضر وطيب وامين لا لازم يكون عندك شخصية وتفرد شخصيتك كده علي يعني ايه يعني يا ماما يعني طبعا هيجي يقولك احنا هنروح يومين لماما وهنبات معاها وقول له لا انا ما باباتش عند حد انا باب في بيتي اه عشان حماتك ما تشارتش عليك ولا تتحكم فيك ولا تدخل في خصوصياتك لانك اول ما تروح لها تبع عايزة تقعد على كل تفصيل عملت ايه ورحت فين واكلك ايه وما ما بحبش انا الكلام ده قول له لا انا مش راحة وانروحت هروح معاك الساعتين وارجع على البيت على طول عوديه عوديه ان انت عايزة تخرج في الأسبوع مرة كده ولا مرتين اه من حقك تخرجه وتتفسحه ما انت عروسة قبل ما تطربت كده بعيال ولا حاجة وبعد كده ما بيجي يقولك عايزين نخلف قول له لا لا استنى استنى شوية على الخلفة انا مش مستعجلة انا عايزة تدلع وانبسط شوية اوعى تخلفي دلوقتي انا بقول لك اهو لغاية ما نشوف ياختي جزك ده هيتعى كويس ولا مش كويس الساعتنا اللي بقى انفكر في موضوع الخلفة دي طيب يا ماما ماشي ابقى شوف لك انا البرشان بتاع مانع الحمل ده هجبهلك بكر ابقى تقولك مع اخوك في وسط الاكل كده والحاجة عشان ما ياخدش باله تخديه كده كل يوم بالليل قبل ما تنامي اوعى تنسي لازم كل ما عاد مخصص كل يوم تخديه فيه تمام؟ من ورا جوزك مش عايزة يعرف عشان لو عارف هيعمل مشكلة طيب حاضر يا ماما وبأي حاجة تحصل ما بينك وما بين جوزك تكلمين وتعرفين على طول عشان انا عندي خبرة انا ستة كبيرة وعارفة وعارفة الصرف ازاي لكن انت لسه صغيرة وما تعرفيش حاجة في الحاجات دي خالص طيب طيب حاضر يا ماما ايه يا شامس انت لسه مالبستيش مالبستيش بقى يعني مشان اقيدك امبارحنا نروح النهارده للماما نقدر اليوم معها لا 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 ماليش مزاج بصراحة ماليش مزاج لانا ننزل يعني عايز اعود كده اتفرج على التلفزيون في البيت يعني انا بقى لي شهر ونص من يوم ما تجوزنا اقول لي تعالي نروح لماما ماما عزماني تعالي نروح نقض اليوم عندها تقول لي لأ لأ وانت بقى لك من يوم ما تجوزنا شهر ونص دول رحت لمامتك اكتر من سبع مرات هو في ايه سبني برحتي بقى سبني برحتي او انت ارتخنقني عايز توديني عند مامتك بالعافية ومعلينا نروح لمامتك اعمل ايه ماشي يا شامس برحتي غريبة اول متمسك بي اول انا لازم اروح لمامت ومش عايز اروح لها اروح اعمل ايه هناك ايه ايه قلبومك مالك ووشك مخطوف كده ليه بتاخذ البرشام اللي قلتلك عليه ولا لا ايوه يا مام هبغدو ودي المشكلة مشكلة ايه بنتي في ايه حجوز يا مام يشاف البرشام واول ما شاف البرشام اللي عندي قعد تنطط ويزعق ويهلل وقال انت بتاخذ البرشام عن الحملة من اولها انت بتعملي معايا كده ليه وانت شفت مني ايه وحش وعنيك ما تشوف الا النور راح جايب الفازة يا ماما بتاعتي وراح رميها في الارض كسرها خمسمائة حتة الفازة واما خمس ترافي انا شريهالك ايوه يا مام مسكها وراح مدجدشها في الارض اه مهما يعرفش تمنها ولو يعرف تمنها كنحسس عليه هو اصلا شاف حاجات مندي المعافن المصدي وراح لامي ملهدوم من حكته كده وقال انا اروح ابات النهاردة عند ماما رحت انا بغضى بعضه وقلت انا كمان اجابت معاك وانا اللي خان اعود في الشقة الوحدة انا بخاس عين العقل عين العقل يا بنت شفت شفت ان ما كنت اسمعت كلامك ان زمان كلوقتي ما مربوطة به بعيه ومحناش عارف ان ايه ايه اخره ولا انا نظامه ايه الحمد لله انت خدت برشام عن الحملة وكله بانه هو شفت بانه على حقيقته رح مسك الفضا مكسرها او مالياختي بعد كده هيعمل ايه لما يدقي ولا حيمسك بقى دماغك اكسرها لك لا 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 الودة صعب ومش هينفع تعيش معاه انت لازم تطلق منه اوه طبعا صح يا حد واس ان هي ما ثابتش نفسك هزينها حامل دلوقتي منه ولا حاجة اوه طلع عصبي خالص عصبي خالص وانا مش عارفة اتعامل معاه اوه صعب لا 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 بلاش انا فعلا اطلق منه احسن ايوه يا قلب امك طبعا اتطلقت اتطلقت وتعود في بيت ابوكي معززة مكرره وان شاء الله اجوزك ست سيدو وخليه ينجم عليك ايوه يا ماما ايوه اجوزين ست سيدو عشان يتغزه ويتكتكره هو يبقى بتغز مني الحمد لله الحمد للنان البيت اتطلقت هو بس اللي مزعنن هي ملحيتش تفرح زر شهرين يلا مش مشكلة اه ان شاء الله بزنان يجيلها احسن منه اه طبعا يجيلها احسن منه يا شموسة يا شموسة نعم نعم يا ماما هتقول لها انت بقى يا بابا الخبر الحلو ولا اقول لها انا ايه في خبر حلو تو قول قول يا بابا ده انا قعدة بقى لي 6 شهور من يوم ما اتطلقت من الزفت ده انا قعدة متنكدة والله لا انبسطي بقى هتفرحي جايلك عليسي قلب امك وايه متريش تريشة انما ايه الحمد للان انت اطلقت من الاولان ده ما شاء الله ده بقى شركة وايه وجاه وحسب ونسب ما شاء الله هو ده بقى النسب اللي شرح امك بقى تعد وتحكيلك بقى انا حكيت لها كل حاجة انا هدخل انا بقى غير هدومي على ما تكون حضرته لغاية ايه يا ماما احكيلي احكيلي زرفه ايه وشكله ايه ابوكي بيقول ما شاء الله حاجة كده جنتلمان كده وحاجة قبهة وصاحب شركة وحكاية بس هو بس ايه متجوز بس هو ما مش عايز يطلق مراته عشان هي بتخلفش يعني ايه ده يا ماما متجوز انا اخد واحد متجوز ليه ده حلوته في كده اسكوتي اسكوتي ما انتش فهمها وش انا قلتلك انا اقديمة وخبرة الراجل دوت مراته ما بتخلفش بقى لها ست سنين معاه وبتخلفش بس هو بس صعبان عليه يعني ان هو يطلقها فسايبها يعني قاعدة في بيتها يعني ومش عايز يطلقها يكسر بخاطرها اهمتا احنا اللي هنبقى عالحجر يعني شوف انت بقى لما ان شاء الله كده تخلفه شوف هيعملك ايه ولا هيكتب ايه باسمك ولا هيجيبلك ايه شوف انت بقى هتبقى عنده ايه يعني انت قصدك يا ماما انا المرة دي بقى اول ما اتجاوز مش اخد البرشان بتاع منع الحمل ده ايوه ارميه خلاص مش عايزين موانع حمل احنا عايزين اكتخلفي عشان انت اللي تبقى عالحجر انت اللي طلباتك تبقى اوامر انت اللي تبقى جوا عن ايه انت اللي هتبقى ام العيال التانية ديست ابن بس منظر يعني كده بس عشان مكسرش بخطرها هي هي ولا حاجة هولد تبقى بالنسبة له لها ايه ايمة خالص انت اللي هيبقى لك ايمة ايوه يا ماما ايوه وشكله حيو يا ماما اه ابوكي بقول ان شاء الله حاجة تشرح القلب كده طلبة عرضه وشكله وسين مقبول كده يعني حيو ان شاء الله بإذنها من رزقك ومن نصيبك طيب ماشي يا ماما نتمن بقى الجوازة بقى وخلاص ايوه ان شاء الله انا قلت لابوكي قلت لابوك ان شاء الله نتمن بالجوازة وخلص على طول احنا لا عايزين لا فرح ولا ابتاء احنا عايزين نتمتع بعد كده بالقلوفات المؤلفة اللي هتترمي في حجرك عشان انت هتبقى ام العياد ماشي ماشي يا ماما قلت شايفة صح اعمل ايه شوفي حيبتقلي نقصك في البيت وانا اجيبهولك لا يا حبيب مش نقصني حاجة الحمدلله كل حاجة موجودة في البيت بس بقولك بس ايه انا بكرة محتاجة بس اروح لماما قاعد معاها شوي لا بقولك ايه يا شمس اديكي شامعة الدكتور قالك ايه قالك المفروض تنمى على الضارك ما تعملش اي حاجة لكن بقى اطلع وانزل وارروح لماما وانزل واشتري واخرج معاك لا مفيش معلش انزول عايزة ماما تيجي تقعد معاك انا معندش اي مشكلة خليها تيجي وتباك معاك حتى تعملك حاجتك وتخلي بالها منك يا حبيبي اصلا مش بحب الخنقة دي يا تب بحب اروح واجي واخرج معلش هم تسع شهر ويعدوا يعني مهاش العمر كل تعالي عن نفسك كده بس وارتاحي انا هكلملك مامتك اخليها تيجي تقعد معاك ماشي انا هنزل انا بقى اروح الشغل طيب حاضر وهات معاك بقى اكل جاهز عشان هي تبقى لسه جاية من تحت مش ترحق تطبخ حاجة ماشي طيب ماشي حبيبتي اللي انت عايزة ابعتلي كده بس على الوصاب اللي انت عايزة وانا اجيبه لك طيب ماشي مجد كلمك يا ماما اي يا حبيبتي خايف عليك او 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 شفت شفت بقى كلام امت عشان انت بتسمع كلامي بس يا ماما هيغزني هيغزني كل يومين يقول انا راح ابقى بقى عند مراتي اللي هي مراتة الاولانية دي مش فاهمة يعني هي عملاله ايه عملاله عمل مش عايز يسيبها خالص معلش اسبوري اتقالي خليك انت تلتخد حاجة ايه اخر نقاوة لسه ما يشوف العيال في ايدك يا حبيبتي بقى شوف بقى فرحته وشوف بقى لفته على العيال مش هيبقى طايق انه هو يروح يبت عندها خالص هيفضل بيت جنب عيالك كده تفتكر يا ماما؟ اه انا اصلا ارتلت حاجة وما تلعدش صح زي ما انا قلتلك لا يا ماما كل كلامك صح المهم اتدلع واتبغددي واتشرطي واموري وطلوبي وكله على حس الحامل اصلا انا حامل انا نفسي انا عايزة هاتلي على طول على طول على طول وهاتي كل نفسك فيه طول ما انت حامل هيجيبلك كل حاجة طيب طيب ماشي يا ماما بس خليكي قعد معايا بقى اعودي معايا كده اسبوعين ثلاثة كده ولا حاجة لا ماينفعش اسبه يا بيتي ابوكي قعد لوحده مايعرفش يقعد لوحده من غيري انت هبله ولا ايه انا جاي اعودي معاك كده لغيرت بالليل اتغدى معاكي واقض اليوم وجزك قبل ما ييجي ادله بس تليفونه هو يوصلني البيت يوم انت النفسي تعود معايا شوية لا ياختي لا ابوكي ياختي ما سبهوش ابدا ايه اللي جابك يا البوم كده هكده انت شكل التعبان خالص جبتها لي يا مجد كنت ايسا سبها في البات يا حبيوة انا جيلك وانا هي مصممة بصراحة اقيت لنا عايزة فرحهم وانا اللي اقولهم معاد الولادة ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر هي تربف عزكم التوقم دول ان شاء الله والحمد لله ربنا بيحبك وهيكبر بخاطرك ان شاء الله ولد وبنت اه والله يا حماد الحمد لله كل فضل من عند الله والله الله ما شاء الله الله اكبر سميه احمد ورؤة حلوة اول اسامي دي ما شاء الله ما شاء الله شبها خالص يا مجد اه شفتي ايه باباك اللي قال اهو مش انا ماشي يا سيدي طيب عن اذنك وانا الدنيا ليه الاوي يا مجد انت رايح فين كده يعني هروح فين يعني هروح عن جمرات الليلة النهاردة كان مفروض ليتها بس انا يعني قاعد معاك عشان مامتك وباكي موجودين لكن طيب ما بقى هيباتوا يعني معانا خلاص بقى انا هتكل على الله ده مراتك يا دوب لسه والدة تينفع يعني تسيبها كده وتروح لمراتك الاولانية دي اه شفتي بقى يا ماما اها على طول كده كل شوية انا رايحة بات عندها انا رايحة بات عندها هو في ايه مش انا ام العيال معلش انا ماشي على نظام مش وحب لانا اغيره سلام عليكم شفتي بقى يا ماما عميله حتى ما جايبه الولا والبت ومشاء الله توقم يوم برده سابني ورايح له انا مش فهمة في ايه اهدي يا بيتي اهدي اهدي على نفسك انت لسه والدة ما ينفعش غلط عليك الزعب ما هو يا ماما اللي بيحرق دمه هو وقدامك معلش يا ستة عد عد ما نشوف سيزيب تدروح الاخريته ايه انا تعبت يا ماما وزهيت من يوم ما اتجوزته وهو ما بيفوضش الايام بتاعت مراته الاولانية دي مش فهم انا قلت يعني هتجوزه وهشوفني حامل هيتلهف عليا زي ما انت ما قلتلي كده وزي ما هو بابا ما قال لي انا لا شايفة ان هو ملهوف عليا ولا اي حاجة او مش ملهوف غير على امراته الاولانية في ايه ربك يا عدلها بقى مما تعدوش بقى لتدايق نفسك انت لسه جايب العيال يعني وما ينفعش عليك الزعب هل يعني انا فرق معاه اصلا حبايب بابا اللي وحش وبابا قوي اه ده على اساس انك بتسأل عليهم ولا حتى بتتصل بيا كل شوية تطمن علي وعالعيال اعمل ايه بس يا بنت ما انا في الشغل وانا يعني بالعب لا ام انا كمان زهقت زهقت من وضعا لكل شوية يعني كل يومين تلاتة تقول انا رحى بات هناك اروحى بات هناك هو في ايه مش جبتلك غالة لنفسك فيهم اهو خلاص صعد بقى معايا بقى وبقولك ايه ايه اي انا هي هي من الاخر كده انا وعيالك يا ام امراتك الاولانية دي كل واحد وليه صبر وانا بصراحة يعني مش قادرة تحمل مش قادرة تحمل ان افكر يعني بدماغي كده انك هتروح تبقى مع امراتك دي يعني ايه يعني ده هي المفروض تقولي لا ما ينفعش وما كانت المفروض ده يتعترض على جواستي يعني بس هي اللي وفقت عشان ان انا نفسي في العيال وهو يعني غصبا عنه ان هي ما بيتخلفش يعني حاجة من عند ربنا لكن انت مالك في ايه مانا بجيلك واجيبلك حاجتك وما فيش نعصك اي حاجة في البيت وما بتطلبه فلوس بديكي بتطلب اي حاجة عيل بجيبهالك ليه عاملة كده يعني وعملة المشكلة ليه بقولك ايه انا قلتلك وخلاص انا هاخد العيال واروح عند شقة ماما لما تبقى تفكر كده وتاخد قرار انك تطلق مراتك الاولانية تعال اخدنا نوع عيالك لا وعلي ايه ده انا من يوم ما تدوستك وانت الشيلان الهم والغم وكل شوية ما تشرت علي وتتأمر علي وتطلب مني حاجات كتيرة وحاجات اوفر واقول مش مش مشكلة ومعلش وعدي والبت حملت وخليك معاها وازبر واستحمل انا والله العظيم اما على اهم يعني على قلبه هينزاح ما تعدشت وجاعي في قلبه وتعرفيني اكتر ما انا عرفون من عشتك معاي انا يعلم اما سبتش الاولانية بس غير عشان خطر العيال لكن هيك هتمر ريحان وشايفها طلبات وبتعمل كل حاجة مزايك خالص خلاص طرام الاولانية مريحات خلاص انا هاخد عيل وروح عند بيتها ابوية وبعتلي وراء الطلاقي وحبتي بقى ليو على ايه مالوس لازمة الافلامات اللي انت عاملها دي انا هطلائك يا ست واخد العيال انت هتزليني بهم ولا انت مفكر ان هاجر وراك يعني بالمشاوير ما تقولش يعني كنت بحبك قبل الجواز عشان هاجر وراكي واحدة جوزتها وخلاص يعني كان نفس انها تخلف وتستقر معايا وتعيش معايا بما يرضي الله لكن انت مدخل الومك في حياتي هي وابوك واخواتك كلهم ولازم عاد اسمع مشورتهم وحجاياتهم ورواياتهم واللي هما يقولوا هو اللي تنفزيه مهما اقولك اي كلام ما بتسمعاش الكلام ما بتسمعاش غير كلام همك وابوك وبس على ايه ستي انا مش نقص واجع دماغ انا مش فاضي كده وماله هو اللي هيخسر ياختي حلوة اوي ده ولا تشيل هام ولا تفكاري ده انا عندي حتة محامي هخليه خلي جزء كده اويل في حوالين نفسه لأ وبعدين احنا معانا العيال اللي كان نفسه فيهم هنزلوا بهم ونقصر مناخيره ايوة يا مام انا عايزاي تكسر مناخيره كده ويبطل الكبرياء اللي هو فيه ده ويجي لي راكعة وزاحف يقول انا اطلق امارات الاولانية عشان خطرت ويرجع لي تاني بس كده ده سهل خالص انا عندي المحامي ياختي اللي هيخليه يلف حوالين نفسه الف مبروك يا بنتي كسبنا قضية اطلاق وبقيت المطلق ورفعنا عليه قضية نفقة وتمكين والحمد لله كسبناهم طلعلك يا بنتي 1700 جنيه عشان العيال ده غير بقى الحاجات بتاعت المتعة والحاجات دي كلها طلعلك 17000 جنيه وجالك تمكين من الشقة كمان يعني ما شاء الله كل الاضاء اللي احنا رفعناها كسبناها ايه يا حبيبتي قال وانا اللي فكرت انه هو هيجي لي زاحف ويقول لبيتي وعيالي والعيالي كان نفسه فيهم هاتري ولا عبرني ولا جالي ولا حتى اتصل على التليفوني اتطمن عليهم ورح لمراته الاولانية وسيبني وعمين يخرجوا ويتفسحهم ولا كأنه ليه عيال اصلا انا عملت كده في نفسي ولا في ايه ايه يا بنتي مالك بكلمك ايه يا ماما في ايه ايه يا حبيبتي سلحانة في ايه بقولك ما شاء الله شفت المحمل اللي بوكي جابه ما شاء الله عقر جاب لنا كل القوادة وكسبناها من اول جالسة وجالك تمكين كمان مش شقة وهو ياختي كان وقفناك في المحكمة كنت شايفة الدموع في عينيه عمالي بص العيالك كده هو وعيني كلها حاصر بكرا يجيلك ياختي زاحف يا هو ما يجيلي زاحف ايه بس ده انا من يوم مما سيبت البيت ومشيت ما رفعش سماعة تلفون واحدة يتصل علي ولا يطمن علي ولا على العيال لسه هتقولي يجيلك زاحف ما خلاص بقى يا ماما سيبك سيبك من المواضيع اللي اهم ده ما ما تعدش بقى تنكيدي على نفسك اخوك النهاردة هيجي هو وامراته يتغدوا معانا وياخدونا بقى وننزل ايه نصهر برا نقود على البحر كده شوية نشم هوا عملي حسابك بقى والبس عشان ننزل كلنا سوا مع بعض ما تفكري كده يا حيبتي وتيجي معانا تخرج كده وتغيري جاو بدل قادة البيت الكائبة ده لا لا يا ماما اخرج انت وانبسطوا وتفسحوا اصلا انا دماغي مصدعة مش عايز اخرج ما تيجي معانا يا بنت هنخرج ونتفسح شوية والله ما ليش مزاج اصلا دماغي مصدعة انا اصلا هاخد برشبة كده للصدع وادخل انام طيب خلاص عراحتك يا بنت يلا حبيبي بقى احنا عايزين نروح بقى ايه مكان يكون البحر قدامه كده يلا يا أولاد ده ايه اللي انا عملته في نفس ده ياريتني ما كنت سمعت كلام ام وابويا واخويا واخواتي ياريتني ما كنت سمعت كلامه كل واحد فيهم الوقتي اقول لها كنت باتي معايا يا ماما تقولي لأ جوزي ابوكي منفعش يقعد لوحده واخويا عايش حياته بالطلوب العرض مع امراته حتى طاليق قعد مع امراته الاولانية وعايشين حياتهم وكل شوية اشوف البسطات بتاعتهم من نزلينها سافرين الحتة الفلانية وبيصيفوا في الحتة انا ليه خربت على نفسي كده وبقيت مطلقة للمرة التانية خربوا علي حياتي وبوز دنيتي كلها وانا عبيت عبيت عشان سمعت كلامه وكنت مفكرة ان هم عايزين مصلحة فعلا ومحدش هيدفع التمن في الاخر غيرانا والعيال قاعدين حاطين ايدنا على خلدنا هو انا اللي بوزت عليهم حياتهم وخلت ابوهم يسيبهم يبعد عنه ايه الالف وسبعمائة جنيه اللي انا خدتهم يعني هيعملولي ايه كان معايشني فعلا ملك وكل طلباتي كان بيجيبهادي وكان ما شاء الله راجل طول بعرض كل الوقت اللي يجيلي واحد ارمل واحد عايز واحدة تخدمه واحد ما بيخلفش وعايز واحدة ومعها عيال ايه اللي بيقولي دول انا اللي غلطانه انا اللي غلطانه ان اسمعت كلام ام وابوي واخواتي انا اللي غلطانه كان لازم احكم عقلي ودي نصيحتي ليكم حكموا عقلكم ما تمشوش ورا كلام اي حد يقولهلكم لازم تفكري فيه وتعرفي انت هتي بكسبانة من الموضوع اللي انت هتيمشي فيه ده والله هتطلع في الاخر خسران انا يمكن لو كنت فكرت نص ساعة بس مع نفسي كده من غير ما اسمع كلامهم وامش ورا كلامهم من غير ما فكر كان يمكن حياتي رجعت زي الاول كانت حلوة وكان زواني عايشة مع جوزي وعيالي بتربوا ما بينه وبين جوزي لكن انا للأسف لغيت عقلي ومشيت ورا كلامهم على طول وكل يقوله عليه حاضر طيب ماشي هنجرجره في المحاكم هنخليه لفه حوالين نفسه للأسف جوزي دفع لي كل حاجة وبيقصرش في الدفع انا اللي اتبهدلت انا اللي اتبهدلت انا اللي اتبهدلت في ان انا اروح عشان ااخد النفقة من المحكمة ولا من البنك وقف طبور قد كده عشان اخد 1700 جنيه كنت انا في غنى عنهم عن الزل والمرمطة اللي انا فيها دي ويريد بيكفهم خلي بالكم ما تمشوش ورا كلام اي حد حتى لو كان اقرب الناس ليكم هم دلوقتي كلهم عايشين حياتهم وانا اللي عايشة عايشة ميتة وده نصحت الكل واحدة ما تغلطيش غلطتي لو جوزك ما شاء الله عليه ربنا يبارك فيه محترم وابن ناس وابن اصول اوعي اوعي تتكبري عليه ولا اتفكر ان انت هتزليه بعيالك ولا اي حاجة لان كتر العكنانة والنكد والهم اللي انت مش هيلهوله هيرميكي هيرميكي اول ما تقوله انا هامش هيقولك بالسلامة او انا كنت شفت معاك يوم عدل خلي بالكم واوعوا اوعب بوضو حياتكم با ايديكم وترجعوا تقولوا يا ريتم ازا حصل ما كان كان وما ننساش نصلى على النبي زي ما تعودنا في الكومنت وتقولوا وتقولوا ايه رأيكم في التعليقات